السيد السوداني اكثر رئيس وزراء اجل العراق كان صريح جدا وشجاع جدا امام الامريكا واكثر رئيس وزراء حكم العراق كان شجاع جدا وصريح جدا امام الايرانيين واكثر رئيس وزراء حكم العراق كان صريح جدا وشجاع جدا امام الطبقة السياسية اللي هي رشحته لرأس الوزراء الاطار التنسيق الشيعي كان معاهم صريح جدا وكان صدقني كان معاهم صريح جدا وكان معاهم واضح جدا ودائما كانت يضع الاستقالة مالته على الطاولة يأما لدينا مشروع لنمضي معنا هذا المشروع يأما لدينا مزاجيات تفضلوا هاي استقالتي انا ما راح اكون كبش فدع هذه معلومة وانا مسؤول عنها مع الامريكان كان واضح جدا وانتم كل الزين تعرفون انه احنا بالعراق ما نقبل ان نكون ساحة ومع الايرانيين ايضا قال نفس الكلام هو هذا انت سبقتني انه احمد كعراقي لن نقبل ولن نقبل بعد الان ان نكون ساحة لتصفية الخلافات الامريكية الايرانية في داخل العراق سبقتني بهذا السؤال او انت اجبت على سؤال كنت اريد ان اسأله لكن خليني احور بالسؤال الان تعتقد الظروف نضجت ان السوداني يقدم استقالته اما ان يفرض على الاطار التنسيقي وبالذات الولد جماعة ايران وجماعة المقاومة الاسلامية اما ان تحلوا ثنائية المقاومة والحكومة اما انا امسلم عليكم استودعكم الله هل سيدة الاطار نفسه ملزما امام السيد السوداني بهذا الخيار وهل سيفعلها اولا اولا ليس كل قوى نعم اردي وصلنا لها المرحلة وخلينا اقول لك اياها بالوضوح اولا اكو قوى سواء كانت قوى فصائلية او كانت قوى سياسية تفاعلت مع هذا الخطاب وتفاعلت مع هذه الرؤية اليوم بيان الكتائب كتائب حزب الله بيان ناضج سياسيا وواضح ايضا سياسية انه احنا رح نوقف هاي العمليات انه احنا ما رح نستمر بهذا النهج واكو حسابات احنا علينا ان نوقف عدها ونحترمها اليوم بعض كثير من القوى السياسية المهمة داخل الاطار هي داعمة بقوة للسيد السوداني موقف العصائب اللي هم داعمين جدا للسيد السوداني وايضا متحفظين على تصرفات بعض القوى الفصائلية بالاضافة الى القوى السياسية الاخرى كدولة القانون والحكمة واتلاف النصر وكل القوى اللي متشكلة من داخل الاطار السياسي الاطار التنسيق الشيعي اليوم بالعكس اليوم كثير عندنا من القوى وصلت الى هذه المرحلة من الرؤية ومرحلة من نضج انه احنا بعد ما نقدر نلعب هذا الدبل كروس انه نكون احنا اصدقاء وعداء بنفس الوقت انه نكون احنا حكومة ومعارضة بنفس الوقت انه نكون دولة ومقاومة بنفس الوقت ماكو يكي حاجة بعد ماكو يكي منطق بالعالم اليوم السيد السوداني صريح جدا مع الاطار التنسيقي ويطالبهم يأما ان يكونوا مع الدولة يأما ان يكونوا خارج الدولة اذا كانوا مع الدولة فعليهم ان يحترمون اتفاقيات الدولة واذا كانوا خارج الدولة فتفضلوا هاي استقالتي انا ما اقدر امثل قوى السياسية لا تدعم الدولة لأن أنا رجل دولة وأنا اليوم الرئيس الوزراء للعراق الأمور وصلت إلى نهاياتها سيد العزيز